أهلاً فيكم حبايا ببرج القوس رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمر الضالي وأيضاً تقبل الأكس يعني ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك إذا أنت عم تتابع لبرج القوس crosswatching يعني أو عم تتفرج على برج القوس ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تشابه طاقتك طبعاً مثل دائماً خذ من القراءة الإشي اللي بتحس إنه بيفيدك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع فخذ من القراءة الشي اللي بيفيدك ممكن يكون فيه رسالة ميسج إشي معين بيفيدك واترك الإشياء البعية ما تحاول أنه تخلي القراءة تنطبق عليك مئة في مئة لأنه مستحيل هاي possibilities وتوقعات بالآخر أوكي حباً برج القوس رح نبلش بطاقتك أول بعدين رح نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك خطواتك في المستقبل خطواته أيضاً هو في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم أو مصير التواصل بينكم وبشو رح ينتهي يعني وإذا فيه إشي بدنا نوضحه بالقراءة رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضحه طيب نملش بكروت النصيحة أول لبرج القوس برج القوس عم شوف أنه أنت حالياً عم تجهد حالك ممكن بالوضع العملي أو بالوضع المادي وفي عندك إشي عم يجهدك أو عم يتعبك وعم يأثر أيضاً على جسدك الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وأيضاً من الناحية الجسدية فكروت النصيحة بتحكي لك أنت بتحتاج حالياً إلى وقت مستقطع وقت للراحة نحكي لك انتظر أو خلي الأمور تيجي متل ما تيجي خليك في وضع تراقب الوضع حالياً أو تراقب حتى الحبيب حالياً أو الشريك اسمح للوضع أنه شوي شوي ينفتح بينكم أو شوي شوي تكتشف إشياء عن العلاقة أو نبين أنه أنت متسرع حالياً أو بدك إشي بسرعة حالياً يعني بدك هلأ هلأ في شخص في حياتك أو في إشي بحياتك معين عم يجهدك عقلياً وإنت بدك يا بدك بدك تحقق هلأ بس كروة النصيحة بتنصحك أنه يعني تتمحل تستنى لأنه في بداية جديدة رح تيجي عندك بداية جديدة حالياً أنت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون أيضاً مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبينها الشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم أو خايف من الارتباط مع هالشخص أو خايف أن الأمور تكون بينكم جدية عم تشوف أنه بيحكي لك هون في حماية إلهية لإلك أو معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حالياً والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لأنه تتحكي عن فان تايمز أو أوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاؤل فقط بدك تتمهل برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هالي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك أنت برج القوس في حالياً عم تمر بتستنج اريا أو بخطرة امتحانات أو اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون أنت حالياً عرضة إلى إلى أيضاً أو حالياً أنت ممكن تكون عرضة إلى إغراءات الحياة أيضاً بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون أنت حالياً محوط بعادات سيئة سواء كانت من أو شغف تجاه الشخص أو أشياء يعني أو علاقات جنسية أو سواء كان من يعني إدمان على مخدرات أو إشياء مثل هيك بدك تنتبه من أي أو أي إغراءات لأنه أنت حالياً عم تشوفك بمطرح محدود فيها إلى إنه إذا مش هيك الوضع بالنسبة لإلك في شخص بحياتك حالياً أنت منجذب جسدياً لإله بطريقة كتير عالية عم تحس إنك مربوط فيه روحانياً عم تحس إنكم مقيدين أو مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة أو فيه وضع صارم أو فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيفون يعني أنت ماسكهم ومش استعدت تتنازل عن قرار أو عن اختيار أنت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية أو كتير منطقية برغم المشاعر اللي أنت عم تحس فيها عم شوفك إلى إنه عم تتخذ الطريق العقلاني أو عم تتخذ طريق تحليل الأمور أكتر مما إنه تعتمد على عواطفك بالنسبة للحبيب أو الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس إنه انظلم لأنه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن للأخذ والعطاء وهو بيحس إنه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس إنه ما كان فيه توازن للأخذ والعطاء بالعلاقة هو اللي كان بيعطي أكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة أو وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف أيضا إنه هو ممكن يكون أكبر منك بالسن في بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو أكبر منك بالسن أو ممكن أنت بتحس إنك ممكن تعتمد على هالشخص أيضا بمعنى إنه بتحترم قراراته أو بتحترم آراءه أو هالشخص أثبت لك إنه هو متوازن بيأخذ القرارات أو بيحلل أيضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف إنه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك أنت بالمستقبل عم شوفك في عندك أمنية ممكن بدي أحكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها لأنه دائما بنسى الأبراج أبركز على الطاقة أكتر من الأبراج الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان أبراج هوائية أيضا في عندك برج الجوزاء والغالبية أبراج هوائية أبراج مائية بس بتوقع هوائية لأنه الميزان هوائي الجوزاء هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي أو في كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل أنت عم تشوف هالشخص عم تعتبره سول ميت أو عم تعتبره رفيق درب أيضا بالمستقبل برج القوس رح تلحط بمطرح أنه بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين لأنه The Lovers بيحكي على سول ميت ولكن أيضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين أو بين شيئين مثل Two of Pentacles الجوغلر فهالكرت بيشبهه أنه بالمستقبل رح تنحط بمطرح أنه لازم تختار بين شيئين أو بين شخصين وإنت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حالياً أو عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالإنرجي ما بدك تختار قرار حالياً ولكن عم شوفك عم تبعد عن إشي معين أو بالمستقبل في نوع من ال الـ انت عم شوفك انت متفائل أكتر بالوضع لأنه عندك The Sun Card طاقة The Sun Card بتشبه طاقة برج القوس كتير لأنه برج القوس دائماً متفائل سريع إذا صار أي إشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف أنه أنت يعني بدك تاخد صعب عليك أنك تاخد قرار لأنك بدك الأمور تضل كتير عفوية ما بدك الأمور تكون جدية وأنك تاخد قرار بين شخصين أو بين شيئين يجي يعني كتير جدية يحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق أو أمنية بدك تحققها ممكن أيضاً عم تتجاهل مشاعرك أنت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق أكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن أرض حب أو عن شخص اعتبرته أمنية بحياتك أو كان بدك توصل إله ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لأنه بتحس إنه صعب أو صار في بينكم بلوك أو صار في بينكم عائق كبير مش عارف أنت تحله من نسبة لطاقة الحبيب أو الشريك بالمستقبل عم شوفه عنده 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 تفاهم أكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى أنت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك أيضا لأنه عندك فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل عم شوفه هون ما بدو يتنازل عن رأيه لأنه عم يحس إنه أساسا من البداية انظلم بإشي معين أو أنت ظلمته أو العلاقة بينكم ظلمته عاطفيا فهو بيحس إنه بدو نوع من الاعتذار أو بدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة أيضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه على أي إشي أي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف إنت هل بتعت عن هالشخص يعني أو بالمستقبل هل رح تقرر إنك تبعد عن هالشخص فعلا أو هل إنت في طريقك إلى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الأمور بدنا نشوف أول إشي طيب هم شوفك أنت بدك وقت مستقطع هم شوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص هم شوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لأنه هنا بيحكي لك سلو داون بكرة النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون بدك تتمهل قبل ما تاخد قرار فأنت بالفعل بدك تتمهل لتاخد قرار لأنه عندك فوروف سوردز هون فترة أنت وهو بنفس الطاقة إذا بتركز نفس الكرت إجاكم بس هو حاليا بيها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بيها الطاقة أنت ممكن تكون مشغولة بإشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل أنت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني أنت اللي رح تستشفي أو بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف يعني نبين أنه أنت بدك تبريك من الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة أو بالتواصل اتجاهك أو شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل أكتر بشكل عام فهالشخص بدو تواصل معك أم شوف وبدو بدايات جديدة معك ولكن أم شوف أنه البدايات الجديدة اللي هالشخص بدو إياها بدو تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي وبدو الإشياء تكون منصفة يعني العلاقة بدو إياها تكون جدية بينكم عم شوف أيضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن أنت تكون برج قوس محوط أو حواليك أشخاص كتير أصدقاء كتير وهالشخص عم يحس أنه في منافسة بينه بين الأشخاص الأخرى لشان هيك هو استحب حاله بين العلاقة عم شوف هون أو عم يحاول يبعد لأنه هالطاقة مش كتير بتعجبه وأيضا بيشوف إنه الحكي دائما بينكم لأنه هاي ورقة التواصل ورقة التواصل فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير فيه بداية جديدة بيصير فيه بينكم مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي فبيشوفك هالشخص متهور بالحكي أو سريع بالحكي أو ما بتفكر كتير أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وإنت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما إنه هو مبين إنه برج هوائي فبيحب يحسب كل إشي قبل ما بيحكي فيه عم شوف إنه إنتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير فيه بينكم حكي بالفترة القادمة إلا إنه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس إنه نظلم معك أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلاً لأنه مبين إنه فيه أوراق مختلفة بينكم أوراقك أصغر من أوراقه فهالشخص أيضاً عنده تخوف من إنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل لأنه دائماً كل بداية جديدة بيصير فيها كونفليكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فإنتو في عندكم عدم تفاهم أم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس بيحتاج منك إنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن إشيه أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج إنه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكيه بده يعبر أكتر فعم شوف إنه بالمستقبل أفضل إشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم أفضل إشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل إنه تركزه كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث أو الحكيه اللي تحكيها مع هالشخص تحكيها مع هالشخص بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدان تصادم في كتير بينكم تصادم فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث لأنه مبين إنه أنت بدك معه بداية جديدة وهو أيضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع أو بكونفلكت فهو خايف إنه يتخذ قرار فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص أوكي حبايبي برج القوس بيتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكمنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قاعدا شكرا